كده انا وريتكم بعض الافكار اللي ممكن تستغلوها عشان تقدموا خدمات من خلالها بدون ما يكون عندك خبرة والافضل ليك انت انك تشتغل على نفسك وتتعلم مهارة احترافية بحيث انك انت تكسب من وراها فلوس اكتر تتعلم ازاي طبعا انت اكيد شفت القسم اللي فيه الكورسات المجانية اللي موجودة فوق في الكورس طب هل الموضوع ايضاف على كده لا شاوف على كده بتسمع عن حاجة اسمها السيروز ارابطريج بص يا سيدي السيروز ارابطريج دي عشان اوضحها خلينا اسهل عليك الموضوع زمان لما كنت في مصر كنت بروح سوق الجمعة في السيدة عيشة الي يعرف يعني سوق الجمعة فيه ناس بتقول علي سوق الإمام كنت اروح عشان حابب ان انا اشتري حاجات من هناك وبتاعه كده يعني فوانا هناك كنت بشتري موبايلات انا بيكون معاي موبايل بس انا بشتري موبايلات يعني مثلا بروح اشتري الموبايل ده كده بروح اشتري الموبايل سي مثلا انا اشتريته من سوق الجمعة بـ 200 جنيه بعد ما باخده بروح ابيعه على دابيزل كان زمان اسمها دابيزل دلوقتي بيسموها OLX أو OLX فببيعه مثلا بـ 300 أو بـ 400 وكمان في بعض الاحيان وانا خارج من سوق الجمعة وماسك الموبايل اللي انا اشتريته في ايدي واحد يقولي للبيع يا كبتن فبيعه له مثلا بـ 250 وخمسي فبقى كسبان برضو 50 جنيه منه طب تعرف انك انت تقدر انك تعمل نفس الحركة دي في الخدمات بص يا سيدي هي فيه فكرتين لها اول فكرة لها انا هتكلم فيها عن الناس اللي الانجليش بتاعها كويس ودي تقدر ان هي تنفذ الفكرة دي الجزء التاني مش لازم يكون الانجليش بتاعها كويس وممكن تشتغل فيها بدون ما يكون عندك انجليش وتقدر انك انت تعمل حاجة اسمها ريسيلينج انت بتعمل ريسيل للسيرفوس نفسها يعني انت بتشتري خدمة من حد وتبيعها لحد تاني وانت تاخد المقسا خلينا نشرح بالتفصيل على اللابتوب فايفر موقع شهير وناس كتير عرفاء بس مش كل الناس في الحقيقة فيه فئة كبيرة جدا جدا من الناس ما تعرفش مواقع الفريلانس بدليل ان اغلبيتكم ما كانوش يعرفوا يعني ايه فريلانس اصلا فالفكرة في انك تشوف خدمة على مواقع الفريلانس واتبيعها برا المواقع دي هناخد على سبيل المثال موقع زي كريغسليست موقع كريغسليست ده موقع امريكي مشهور جدا جدا في امريكا عامل زي دوبيزل او اوليكس في مصر وفي الدول العربية الموقع اغلبه بيع وشراء ووظائف شهرية لكن فيه قسم مختص بالخدمات الالكترونية اللي هي الجيغس والميزة في طبيعة الناس اللي بتتعامل مع كريغسليست ان مش كلهم عندهم خلفية عن اسعار الخدمات يعني على سبيل المثال صاحب الشركة عندي بيقولي انه خلى شركة تعمله موقع لخدمات الدهانات والديكور والموقع بسيط جدا عبارة عن كتالوج للمشاريع اللي خلصها ووسيلة التواصل وبس كده انا تصدمت حرفيا لما قال لي دفع كام دفع 5000 دولار على الموقع بتاعه اللي انا ممكن اعمله ب100 دولار او ممكن اخلي حد يعمله على فايفر بشكل احترافي ب200 دولار مثلا الفكرة انك تدخل على موقع زي ده وتسجل حساب عليه وتبدأ تعرض خدماتك عليه باسعار اعلى من فايفر يعني لو تصميم اللوجو في فايفر ب5 دولار خلي خدمتك انت ب20 او 30 واول ما يجيله تطلب من حد في كريكسليست ويتم الاتفاق تروح على فايفر وتخلي حد من الفريلانسر اللي بيخلصوا الشغل بسرعة وبدقة يعمل لك لوجو ب5 دولار وتبقى انت كده عملت من 15 ل 25 على سبيل المثال في معلومة مهمة حبيب اقولها عن كريكسليست على وهي ان كريكسليست موقع امريكي لكن هو بالمدينة بكل مدينة يعني انا هنا مثلا في سينت لويس ميزوري فاي حاجة هتعريضها انت هنا هتظهر في نطاق مدينة سينت لويس ميزوري انت لو عايز تتوسع دايما بتخش على كريكسليست الاصلي اللي هو المفروض انك انت بتخش كده تشيل سينت لويس دين لكن انت من عندك تقدر تغيرها عادي من غير ما تشغل اللوكيشن المهم انك انت تعرض خدماتك دي تتعب على نفسك كده شوية وتبدأ انك انت تعرض خدماتك في كذا مدينة بحيث انك انت تستقبل طلبات من عندهم الموضوع ممكن يفيدك مستقبلها لكن ما تعتمدش عليها اعتماد كلي يعني انا سبق وقلت ان القسم ده قليل تمام فمش كتير اللي هم ايه بيتعاملوا عليه لكن في ناس فعليا بتكسب فلوس كتير جدا جدا وبتضرب معهم كتير جدا من خلال الحركة دي الحركة التانية مش محتاجة انك انت تكون متعلم انجليزي بصة دي دلوقتي على سبيل المثال انا هوريدكم خدمة معينة اه ما نفش علي في موقع اسمه أستي او تليرك دعم تمام في موقع اسمه استي او كلرق drai الموقع دة المفروض ان انا ادخل دلوقتي اه اه ماشر ما مسجل عليه الموقع دة عليه خدمات باسعار اقل من خمسات و من فايفر زي مثلا في حاجة في الماركتنج وكده ان انا مثلا دلوقتي لو فاتح قناة يوتيوب وحابب علي المشاهدات عندي بدخل اشتري مشاهدات فانت ممكن تعرض خدمة على فايفر او تعرض خدمة على خمسات اضافة خمس سلاف يعني مثلا ايه تعال كده ايه نخش مثلا هنا على خمسات ونخش على تصفح الاقسام ونختار تسويق على يوتيوب لما هنا نختار التسويق على يوتيوب بص بقى 100 مشترك حقيقي 40 مشترك 1000 مشاهدة مقابل 1000 مشاهدة يوتيوب زائد 100 اعجاب مقابل خمسة دولار اوكي 1000 مشاهدة تمام فيه برضو الناس اللي بتعرض يعني ايه الميزة بقى هنا في حتة ايه هنا بيقولك ايه بيقولك 1000 مشاهدة تمام انت ممكن تعرض خمس سلاف مشاهدة يعني هقولك الفكرة بتيجي ازاي الفكرة في حتة يعني هنا ادي واحدة هو عرض 4000 مشاهدة لأ انت ممكن تزيد عليه وتعرض خمس سلاف مشاهدة فاناس كتير تشتري منه بص بقى الفكرة جاية ازاي بتخش على بتخش هنا في الماركت بلايس تمام السوشال نيتوركس بتخش وبتختار يوتيوب لما بتخش وبتختار يوتيوب بتخش وتشوف ايه الخدمات المتاحة طبعا انت شايف ان كل ده اسعار يعني 15 وبتاع فانت بتعمل البرايس بتخليه low to high بتلاقي في ناس عرض خدمات يعني خمس سلاف مشاهدة بدولار خليني كده اوريكم انا عملتها وهوريكم اللي انا اتعملت معاه اه اتعملت معادي ودي الوردر ده ماشي to view order click here ماشي فانا يا سيدي دفعت ايه دفعت super fast five five thousand youtube views no retail for two thousand الفكرة اه هنا ان الوردر ده اه كان اه بدولار بس انا طلبته مرتين يعني طلبت اوردرين مع بعض بص يا سيدي الكلام ده كان امتى كان 27 قالت ان عدد المشاهدات في فيديو من الفيديوهات عشر تلاف مشاهدة وعدد المشاهدات في الفيديو التاني ستلاف مشاهدة اللي هو الفيديوهات اللي موجودة حاليا تمام فاحنا عايزين نزود خمسة هنا وخمسة هنا على الارقام اللي انت شايفها دي فنخش على الفيديو الاولاني ونشوف عدد المشاهدات اللي عليه طلعت كام go to address in a new tab نخش كده بص بقى بقى كام بقى 16000 بقى 16976 اهي ماشي ماشي ده اللي هو كان عشر تلاف بقى 16679 طيب تعالوا نخش على اللينك التاني اللي هو كان ستالاف ربعمية بقى 16500 ماشي 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 كده go to address in a new tab نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الفيديو الثاني بقى 11427 يعني برضو زياد خمس سلاف فانت بتعمل ايه؟ بتعرض خدمتك على فايفر على خمسات او فايفر وتحط مثلا زيادة مشاهدات خمس سلاف مشاهدة جالك حد طلب منك يشتري الخدمة طلب منك ان هو يشتري الخدمة بتروح انت تاخد منه البيانات وتاخد منه لينك اليوتيوب اللي هو قالك عليه تمام؟ وبتروح تبعت الناس دي تبعت للناس دي بحيث انك انت تطلب منهم الخدمة مقابل واحد دولار فانت بتدفع لهم دولار على خمس سلاف مشاهدة وبتروح تسلم الخدمة هنا بتسلم الخدمة هنا وبتكسب خمسة دولار يبقى انت تطلع لك اربعة دولار اي نعم خمساتها تاخد منك دولار يبقى انت تطلع لك صافي ثلاثة دولار عملت ايه انت بقى وصلت ما بين اتنين بس اللي اتنين ما يعرفوش بعض فدي الفكرة بتاعة السيرفيس الموضوع مش يتوب بس الموضوع انستجرام فيسبوك حاجات تاني كتير يعني بص هنا التسويق على فيسبوك التسويق على سناب شات التسويق على بوجل بلس على تويتر اكتر اتنين اكتر ثلاثة شغالين انستجرام وتويتر ويوتيوب ركز على دول انستجرام تويتر تويتر ويوتيوب لو انت عندك صفحة على الفيسبوك كبيرة وعليها متابعين كتير ممكن تعمل ايه تسويق على فيسبوك ساقوم بنشر اعلانك على صفحة كذا كذا التي تحتوي على مثلا مليون متابعة دي انت ممكن تسوق عن طريق فيسبوك بالطريقة دي وصلتكم الفكرة بتاعة السيرفيس اربتراج الفكرة دي يعني ملهاش حل خش على موقع خمسات وتصفح الخدمات اللي عليه وبعدين ادخل على موقع sao clerks وبرضو تصفح الخدمات اللي عليه يعني ممكن احنا نكتب هنا احنا قلنا تويتر تمام؟ تعالوا نكتب هنا تويتر لما انيجي نكتب تويتر نعمل بحث ونعمل filter buy ونجعل price لحد اثنين دولار كفائي نشوف اللي بيقدموا الخدمة لواحد او اثنين دولار دول بيقدموا لنا ايه؟ وناخد الخدمة بتاعتهم نعرضها على خمسات بتعمل search على twitter followers يارب تكون الفكرة وصلتكم تقدر انك انت لو ما عندكش خبرة في حاجة بتعمل service arbitrage اللي هو انك انت بتبيع نفس الخدمة لحد تاني بسعرها اعلى او انك انت تخش على الكورسات اللي انا حاطتها في الويب سايت المجانية وتبدأ تتعلم مهارة تفيدك في المستقبل المهارة اللي انت عايزها وتبدأ انك انت تشتغل عليها وده هيبقى اكبر استثمار ليك